موسيقى موسيقى تجعل جامعي يجعل للجامع إلي تنسحب الهدر من الوصف المسيقين هذا مهم حول مجهود منذ البلاد يفصل للجامع ونسحب الجامع ليست مددئين لانتاجات الدراسة لأنه لا تردى تجعل طالب يجعل في مدينة فاش كان الجامعة وطالب اخر جاي من مناطق هاميشية ما عندوش فينسكين وخصوصا طالبات بطبيعة الحال وكان بعض العائلات اللي هي محافظة وده ما يمكنش مشي تكري للطالبات ديال البنزة ديالهم يعني برا خارج الحي الجامعي وما كتفنش في واحد ظروف أمين ولهذا كي يضطروا أغلب الطالبات اللي ينسحب ولهذا خص الحكومة تبدل مجود ويعادة النظر أولا في الطريقة ديال التوزيع تاني تالية بالنسبة لمناطق النائية أو اللي هي بعيدة على المقارة ديالجامعة تمشي في إطار التعميم ريئة تعميم ريئة ما يوجدو حل من أجل توفير ساكن مجاني والأكل المجاني لجامعة الطالبة وأن ذلك يمكنهم يحيدوا ديالي بورس والتكلفة المالية يمكنهم يديروا عقد شاركة قطع عام قطع خاص لبناء بعض الأحياء الجامعية وبعض المطاعم ويبدأوا يسدوا يعني هذوك المصاريف ديال البناء القطع الخاص من هذه المناح الجامعية اللي يقدروا يتخلى وعدها إلى وفروض جميع الطالبة يعني الظروف ديال الأكل وديال السكن هذا المطلب ديال المناح الجامعية وهو مطلب كنا تندي وبيعه وحنا ما زالين طالبة ما زالين مناضلين في قطع الطلاب الاتحادي منذ داك الساعة اللي كنا داخل الاتحاد الوطني طالبة المغرب المناح هزيلة مناح لا ترقى لطموحات الطالبة سواء طالبة اللي هما داخل المجال الحضاري أو المتنقلين إلى مدينة فاس خصوصا أو المدينة الحضارية وبالتالي هذا مطلب مش عادنا كنائب برلماني تنطلبه ولكن ممكن ما زال تلميذ كمسؤول على القطاع التلاميدي الاتحادي وكمسؤول داخل الاتحاد الوطني طالبة المغرب بقطاع الطالبة الاتحاديا ومش غير المناح لحيء الجامعي لحياء الجامعية اللي قصة هترقى للطموحات الطالبة كذلك المطاعم اللي ولات للأسف العالم تتقدموا احنا في هذه المجالات هذه تنقى ترجعوا للور هذه المسائل اللي هي بسيطة اللي تقصد الحكومة تنقبع لهم مناح حيجامعي مطاعم وسائل ديال النقل هذه أمور اللي هي بسيطة للأسف للحكومة ما عطياش أهمية لهذا المجال هذا ومن جهتنا احنا كفارق المعارضة وكحزم معارض نطالب بتحسين خدمات هذه المرافق هذه من جميع النواحي ترجمة نانسي قنقر